السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العزاء الطلاب الصف الرابع الاتدائي. اهلا وسهلا بكم من جديد. خلاص يا شباب الدرس ده او الفيديو ده ان شاء الله اخر فيديو او اخر درس من شرح مادة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مش اخر فيديو لان احنا هنزل كام فيديو الفترة اللي جاية. هنعرض فيهم اسئلة كتير وهنعرض فيهم مراجعات لكل الدروس. تمام? وآآ ولكن الدرس ده شرح اخر درس من المحور الرابع اللي هو الدرس الثامن. وكده نبقى قفلنا المادة واتمنى لكم التوفيق دايما يا رب. وآآ خلاص سنة رابعة هبدأوا خلاص فضلهم اه ايام معدودة ويتخرجوا خلاص. آآ وان شاء الله آآ سنة خمسة هيكون لكم مادة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات برضو بمنحة جديدة. تمام? طيب. درس النهاردر اللي هو الدرس الثامن بيتكلم عن انشاء عرض تقديمي. طيب يعني ايه انشاء عرض اقديمي يعني انا هستخدم برنامج اسمه باوربوينت. برنامج باوربوينت الشركة اللي انشأته اسمها شركة مايكروسوفت. ايه مايكروسوفت لانه زي ما انتوكوا قبل كده مايكروسوفت من الشركات العملاقة في انشاء البرمجيات. تمام? طيب. برنامج الباوربوينت او برنامج العروض التقديمية ده. عشان استخدم برنامج اه العروض التقديمية او باستخدمه ليه باستخدمه في ايه باستخدمه لعرض مادة علمية باسلوب شيك وجذاب يعني زي ما انا بعمل معكم دلوقتي كده بالزبط انا باعرض الفيديو او باعرض الشرح بتاعي ببرنامج الباوربوينت اهو لو تاخدوا بالكم في حركة بين الشريحة والتانية وانا بقدر احددها بالشكل اللي يعجبني واللي انا عايزه تمام وكمان الشريحة نفسها بتبقى متكونة من ايه الشريحة نفسها بيبقى فيها آآ باستخدم فيها نص شبه الكلام المكتوب كده دلوقتي وكمان باستخدم فيها ايه صورة شبه الصور دي وكمان اقدر احط فيديو اقدر احط صوت آآ مؤسرات النص نفسه ممكن اخليه يتحرك تمام فاقدرت آآ اعمل كده شوية حاجات كده شيقة عشان تجزب الناس اللي موجودة عندي آآ او متعلمة او قاعدين بيتلقوا مني الدرس اللي انا آآ بشرحه تمام طيب آآ بيقولك عند تصميم العرض التقديمي يجب مراعاة القاتل يعني انا لما اجي اعمل برمجية اشرح بيها للطلبة بتوعي الدرس لازم اراعي ايه وانا بصمم الشريحة نفسها اللي هي دي زي اللي موجودة قدامنا دي كده على بعضها اسمها شريحة تمام طيب لازم انا اخب بالي من ايه بقى اراعي ايه وانا بعمل اي شريحة عشان اشرح منها درس اول حاجة بيقولك تجنب الفقرات او الجمل الطويلة يعني ماستخدمش آآ مملاش الشريحة اللي قدامي دي كده كلها نص من اولها لاخيرها لأ هتحس كل اللي قاعده قدامك هيحس بملل ولو هيقرأ هيتعب من كتر الاراية تمام فانت لازم تحطت جمل كده منظمة شبه ما احنا نحطين كده اهو اربع جمل بيتكلموا عن حاجة معينة وتحط لكل جملة صورة او تحط للشريحة على بعضها صورة كده تبين مسلا شبه صورة اللوجو بتاع الباوربوينت ده تحط لهم صورة كده تبين آآ انت بتشرح ايه او بتتكلم عن ايه فما تحطش نص طويل وما تحطش نص بس في الشريحة لأ راعي انك تحط صورة او اي حاجة كده ايه تدعم الشرح بتاعك تمام اللي هو قال لك استخدام صور زي تصلها بالموضوع بعد كده قال لك التحقق من ان يكون نوع الخط وحجمه مقرؤين يعني ما تعملش خط الفيع خالص كده بحجمه صغير وتقول اقروا ما هو صعب الاراية هيقرأه ولكن هاي ناس كتير هتعاني وللنظره ضعيف وكده آآ مكتوب بشكل آآ في آآ تداخل في بعضه او بشكل معقد فيبقى صعب على اللي موجود معاك ان هو يراه فلازم تحط بحجم خط كويس وبنوع خط كويس يتقرأ بسهولة استخدام الصور بدلا من النصوص في كده مثلا بيقول آآ الصورة آآ تغني عن الف كلمة تمام آآ خصوصا الاطفال الصغيرين بتوعنا لما نجي نعرض لهم آآ شرح لاي حاجة لما تشرح له وتعرض له صورة احسن ما تعرض له كلام كتير كلام كتير هيبقى صعب عليه انه الصورة اول ما اشوفها هيفهم اول ما ان تقول له صورة شجرة وتقول له الشجرة دي فيها ايه او بتاعة ايه هيبدأ يعرف انه دي صورة شجرة واحدنا بنصنع منها الخشب او بنجيب الخشب من شجهة دي غير لما تقعد تقول له تكتب له كده الخشب والخشب ديجي منين من الشجرة والشجرة بتيجي منين والكلام ده هبقى طويل عليه انه ما تعرض له صورة هيفهم الموضوع احسن واسرع تمام? طيب! بعد كده عندي حاجة مهمة جدا جوة الباور بويند اسمحى الشرائح او دي الشريحة شبه الجزء اللي في النص اللي مكتوب عليه تايتل سلايت ده. تمام اللي هو ده. دي كده الشريحة اللي احنا بنبدأ نكتب عليها اي حاجة او نحط عليها صورة او نحط عليها فيديو او نحط عليها صوت او اي حاجة اللي هي دي. ده الجزء كده الشريحة. طيب دي صفحة عرض في برنامج الباور بين Trustee لو تاخب بالك في برنامج الورد في ورقة انا بكتب عليها في في برنامج الورد في ورقة انا بكتب عليها في برنامج الباوربوينت في شريحة انا بكتب عليها او بعرض عليها العرض التقديمي بتاعي او يحط فيها الفقرات بتاعتي او النص اللي انا هكتبه الصور الفيديو الحاجات كلها بتاعتي. اروح لجهاز الكمبيوتر بتاعي كده زي ما احنا شايفين واروح افتح قاومة وابدأ ادور على برنامج الباوربوينت او العروض التقديمية موجود عندي فين اهو تمام اضغط عليه ضغطة هيبدأ يفتح البرنامج معايا اهو فتح البرنامج اهو تمام وجاب لي اول شاشة بتظهر الشاشة اللي هي انت بتختار منها انك تعمل تختار حاجة قديمة كنت تشغال عليها قبل كده من هنا ولا اللي هو من ديت او اخر حاجة انت بتشغال عليها او تختار يعني آآ عرض تقديمي فارغ عرض تقديمي فارغ اضغط عليها الورقة البيضة دي هيبدأ يفتح معايا البرنامج اهو بالشكل ده تمام وجزء اللي في النص ده ده الشريحة بيزو اللي في النص ده الشريحة طيب انا ازاي اضيف شرايح جديدة كتير تحت بعض لان انا لو كتبت حاجة عايز اكتب حاجة في الشريحة دي مسلا حاجة اضغط هنا على طول ضغطة مش هو هنا بيقول لي يعني اضغط واكتب العنوان اهو ضغطت كده وابدأ اكتب العنوان ان انا عايزه اهو اكتب مسلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اهو تمام ولو جيت ضغط هنا اكتب مسلا هنا الصف الرابع اهلا وسهلا مسلا اهو الشكل ده كده اهو تمام طيب انا خلصت الشريحة دي وعايز اضيف شريحة تاني جديدة واقف على الشريحة الصغيرة هنا دايما نخد بالك الشريحة اللي انت كاتبها هنا بيبقى لها او حاجة كده صغيرة منها معروضة هنا في جزء المهام اللي هنا يعني احنا دلوقتي عايزين نضيف شريحة جديدة هنروح على قايمة من هنا وابدأ اضغط على كلمة اضغط عليها بص نزلت عندي شريحة جديدة فاضية هنا وادغط عليها تانية هتفدل تنزلي شرايح كتير تحت بعد بص عملت ثمان شرايح في كل واحدة بضغطة او باختصار تاني اضغط على اخر شريحة واقف عليها هنا وبعدين اضغط من زرار اه اضغط على زرار في الكيبورت هتنزلك شريحة جديدة فاضية بالشكل ده تمام فهو بành عندي شرايح كتير اضيفها من هنا او من زرار وزي ما قلت اي شريحة انا باضغط عليها هنا من الجزء الصغير او بتاعها اللي هنا ده بتتعرض معي بشكل كبير هنا تمام اهو اضغط على اي واحدة بتفتح معي هنا طيب حيل واو تضغط هنا هتبدأ تكتب اللي حضرتك عايزه جميل اوي طب الكلام اللي انا كتبته هنا ده انا مش عاجبني الحجم ولا لون الخط اضغط عليه كده عشان يبقى متعلم بالشكل ده او متحدد عامل له وبعدين اروح للجزء اللي هنا ده اسمه جزء الفونت او الخط اللي هو من تبويب اسمه او الصفحة الرئيسية من ستين دي لو ضغطت على السهم الصغير اللي جنبها يبقى انا هقدر اعمل ايه اكبر زي ما انا عايز او كبر معي جنبيها على طول في نوع الخط ممكن اغير نوع الخط اللي موجود هنا نوع الخط ده مسلا بص بسم الله الرحمن الرحيم بقت ازاي ممكن اختار دي ممكن اختار دي اختار الشكل اللي انت عايزه اللي يريحك اه اخترت الشكل ده مسلا واروح من حرف الايه ده وابدأ اختار بدل اللون الاسود اختار مسلا اللون الاحمر بالشكل ده كده اهو تمام ده جزء الخط ده جزء الخط تمام طيب حلوة اوي الكلام ده زي الفول جميل طيب او انت حضرتك يا مستر بتقول لنا ده برنامج عرض تقديمي وانا كده عارض لا انت بتعرض بتعرض بشكل مختلف طب اعرض الشريحة للجزء او الشغل اللي انا عملته ازاي لو نكتب اي حاجة هنا يعني لو جينا كتبنا هنا اي حاجة وهنا كمان كحبتنا اي حاجة نزلنا في الشريحة دي بس عشان لما نعرض يبان معنا الشريح لان طول ما انا ما كتبتش حاجة الشريحة هتفضل فاضية مش هيتعرض فيها حاجة تمام فعشان ابيين لكم بس العرض حط اي حروف كده جنبه بعض اهو اربع شريح اقف هنا عندي حاجة من اتنين بقى اعرض بيها الشريحة دي اما اضغط على زرار اف خمسة في الكيبورد يا اما اروح على علامة او الشاشة اللي موجودة هنا لو قفنا عليها اللي ايه اسمها تمام فهبدأ اضغط على او اف خمسة بص عرض ازاي عرض الشريحة كبرها كده ملت الشاشة بيها واضغط على السهم اللي تحت في الاتجاهات في الكيبورد هيقلب لي الشريحة اللي بعدها وهو الشريحة اللي بعدها لحد ااخد شريحة موجودة عندي كل دي شريحة فاضية هي ااخد شريحة واقف على كده يعني شو يعني العرض بتاعك انتهى لان الشريح انتهت بالمسبابة تمام حلوة طيب ازاي اعمل حركة بين الشريحة واختها اعرضهم بينهم وبعض ازاي اروح على تبويب اسمه او حركة هنا تمام واضغط اختار من اضغط على السهم ده كل دي اشكال حركات يعني انا ممكن اعرض الشريحة كلها بطريقة السطارة اللي موجودة هنا اضغط عليها بس كده اهو بص هتبدأ تتعرض عايزة تتطبق على كل الشريحة الشريحة الاولانية بس اضغط على دي كده كده اتطبقت على كل الشريح ولو تاخد بالك هتلاقي واحد اتنين تلاتة ربعة كل حاجة جنبيها تحتها نجمة فانا كده اطبقتها على كل اضغط على اف خمسة في الكيبورد بص بدأ يعرض ازاي اهو عرض لأول الشريحة بطريقة السطارة كده انزل اه للشرحة اللي بعدها وبص في الهالي او هيعرضها لي ازاي كل الشريحة هيبقى فيها كده عشان تتقلب من شريحة للشريحة يعرضها لي بطريقة الايه الستيار بالشكل ده هل في طريقة اخرى غير الستير اه في طريقة كتير طرق كتير ممكن استخدمها يعني ممكن الورقة اللي بتتكرمش دي كده اهو لو اعرضت اعرض كده اهو كده بص بيكرمش الورقة ويرميها وفي طرق غير كده كتير جدا جدا تقدر ان انت تستخدم طيب بعد كده هل انا ممكن اعمل آآ هل انا ممكن اعمل آآ آآ عرض لي آآ النص كمان اللي جوه ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم او الصرف الرابع دي مسلا انا عايز خليها هي تتحرك والشريحة معروفة اروح احددها واروح من قيمة اسمها موجودة فوق هنا كده واروح اختار اي شكل من الاشكال دي زي مسلا ان انا خليها تلف بالشكل ده بص بتعمل ازاي لما اجا عرض لما اجا عرض بص اهي وضغطة كمان بص هتلاقيها بدأت تلف معاك ممكن كمان تعمل لها عرض يعني احنا نحددها هي الاول كده وبعد كده هنروح من اي واحدة من دول بص كده نيجي نعرض بص هيعرض ازاي اهو ضغطة كمان هيعمل هالي كده ضغطة كمان هيخليها ايه تتقلب للشريحة اللي وراها فانا بالتالي اقدر اعمل اه عرض للشريحة او حركة للشريحة نفسها وكمان حركة للنص اللي جوه الشريحة وفيه حركات كتير ممكن تنفزها موجودين هنا كلهم هنا تمام هيبص يعني مسلا بالشكل ده كده تمام طيب احنا عرفنا ازاي نعمل حركة للشريحة وازاي نعمل حركة للنص اللي موجود جوه الشريحة وعرفنا ازاي ننسق خط موجود جوه الشريحة طيب لو انت جيت دلوقتي قلت لك اضيف لي صورة هنا اضيفها ازاي اروح على قيمة بعدين اضغط على بعدين اقول له يعني هافتح صورة من جوه جهاز الكمبيوتر بتاعي وابدأ اختر مسلا الصورة دي او صورة الفورشة مسلا دي كده اهو واقول له بص الصورة نزلت معي اهي واقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز اهو لما انا عايز اضيف ايه آآ صورة وانت كده عايفت ازاي تضيف صورة بكل سهولة وبيطلع لك هنا قيمة او تبيب جديد تقدر تختار منه اشكال ممكن تعمل بها الصورة بص ممكن اخلي الصورة بالشكل ده كده وممكن اخليها كده ممكن اخليها كده اهو كل دي ايه تبيبات او آآ ستايل الصورة بتاعتي اهي ممكن اخليها بالشكل ده كده وابدأ اكتب النص جنبها اللي انا عايزه مثلا اهو هي احنا لو عملت ده كده وابدأ احط شرح للفورشة دي اكتب اي حاجة عن الفورشة هنا ابدأ اكتب اي حاجة هتبدأ تكتب معي بكل سهولة اهي تمام طيب كده انا لم تلكوا آآ برنامج الباوربوينت ازاي تفتحه ازاي تضيف صورة ازاي تضيف نص ازاي تنسق النص بتاعت ازاي تعمل حركة للشريحة ازاي تعمل حركة للنص جوه الشريحة تمام وبكده نبقى انتهينا من شرح اخر درس من دروس المحور الرابع واخر درس المعلومات والاتصالات للصف الرابع اللي ابتداي اتمنى لك التوفيق وانتظرونا ان شاء الله مش شرح بقى الدروس بقى لا ان شاء الله هتبقى فيه مراجعات كتير خلال الفترة الجاية على القناة قبل الامتحان بازن الله التوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته